بارح اتبتكلم معاكم في قصة الالقاب الالقاب الاندية وقلتلكم انه طبيعة الحال كل نادي كل شخص كل مؤسسة بيحط لقب لنفسه شعار لنفسه كل الناس براحتها لحد النهاردة يا جماعة فيه مناقشات ساخنة في هذا الامر زمالك اعظم منظومة رياضية في مصر الاهلي اعظم منظومة رياضية في مصر غز المحلة اعظم منظومة رياضية في مصر اسماعيلي اعظم منظومة رياضية في العالم كل واحد يشوف نديزة ما هو عايز مهم انك ما تفردش على الباقي كلامك انت براحتك فين المشكلة بقى مش عارف انا فاكر زمان وانا صغير زمان قوي يعني كان مثلا ايه يقولك مين نجمة الجماهير في الافلام يعني مين نجمة الجماهير مين وحش الشاشة مين يعني عادي القاب الناس تحطها القاب هم يحطها نفسهم عادي كل واحد حر كل واحد حر انا اصلا مستغرب ان انا بتكلم في القصة دي عشان هو كلام منطقي جدا ومش في مجال نقاش كمان مش مجال نقاش المهم برضو انه ما حد شفد على التاني حاجة يعني كل نادي يشوف نفسه اعظم نادي في الكون بس مش لازم اقولك ايه انا اعظم نادي في الكون كر واعترف بدا لا براحتك انت انت تمام انت خليك في في افكارك واللي انت عايزه اقوله بس مش شرط اللي قدامك يكون مقترع باللي انت بتقوله ده في اي نادي وفي اي لاعب وفي اي مدرب واي شخص في الكون يعني دي حكا ايه اشتركوا في القناة